هي المواجهة الأخيرة بين الرجلين قبل يوم الحسم في السادس من نوفمبر تشرين الثاني المقبل السياسة الخارجية كانت عنوان المناظر الرئيسي رئيس باراك أوباما ومنافسه الجمهوري ميترامني تبدلا الاتهامات وحاول كل واحد منهما تسجيل الأهداف في مرمى الآخر أما البداية فكانت من التطورات في الشرق الأوسط لا سيما سوريا سوريا هي حليفة إيران الوحيدة في العالم العربي وطريقها لتسليح حزب الله الذي يهدد حليفتنا إسرائيل أولا إنزالة الأسد أولوية مهمة لنا ثانية من المهم أن نرى حكومة بديلة في سوريا ثالثا لا نريد أن نتدخل عسكريا أو ننجر إلى نزاع عسكري والطريق الصحيح هو العمل مع شركائنا لتحديد مجموعات في الداخل وتنظيمها ومدها بالأسلحة والتأكد من عدم وقوع هذه الأسلحة بيد جماعات قد تستخدمها ضدنا أو ضد حلفائنا لا يحمل أفكارا جديدة لأننا بالفعل نفع على ما يجب علينا فعله رتبنا صفوف المجتمع الدولي وطالبنا برحيل الأسد وفرضنا عقوبات على هذه الحكومة وتأكدنا من عزلها وقدمنا المساعدات الإنسانية ونساعد المعارضة على تنظيم صفوفها ونحن مهتمون على وجه التحديد بدعم الجماعات المعتدلة داخل سوريا ومن الشرق الأوسط إلى دور أمريكا في العالم حيث انتقد رومني سياسات خصمه التي هددت هذا الدور كمقال مؤكدا أن الولايات المتحدة تستعيد دورها القيادي في العالم عبر إصلاح اقتصادها والحفاظ على جيش قوي وتعزيز العلاقة مع حلفائها لسيام إسرائيل أوباما من جهة يدافع عن سياساته تلك مؤكدا أن خطته لإصلاح الاقتصاد وإنهاء الحرب في العراق وستراتيجيته في أفغانستان عززت قوة الولايات المتحدة متهما خصمه بتبني سياسة متهورة وخاطئة أما إيران فحاضرة دائما كما العادة في أي نقاش حول السياسة الخارجية ومعها للتلتزام بأمن إسرائيل طبعا رامني شن هجوما على ما اسماه سياسة أوباما الضعيفة تجاه إيران فيما رفض أوباما تهمات خصمه مؤكدا أن كل الخيارات مطروحة في التعامل مع ملف إيران النووي أحد التحديات مع إيران هو أنها رأت أن هذه الإدارة غير قوية كما يجب أن تكون برأت فيها ضعفا لأن أوباما خلال عامه الأول التاقت شافيز وكيم يونغ إيل وكاسترو وأحمد نجاد وهذا غير مألوف وبعدها بدأ الرئيس بجولة من الاعتذارات في الشرق الأوسط منتقدا أمريكا كما التزم الصمت تجاه التظاهرات في إيران لا شيء صحيح فيما قاله رامني بدأ من ما قاله عن اعتذاري ويمكن التحقق من الوقاع لإثبات عدم صحة كلامه أنا فرضت العقوبات الأشد على إيران وحين كنا ننسق مع المجتمع الدولي نتأكد من العاليات هذه العقوبات كان رامني يستثمر في شركة نفط صينية تتعامل مع قطاع النفط في إيران وتناول النقاش أيضا استراتيجيات الخروج من أفغانستان والعلاقة مع باكستان والصين ولم تخلو المناظرة من السياسة الداخلية التي لجأ إليها رامني في أكثر من مناسبة لتوجيه انتقادات إلى سياسات أوباما الاقتصادية المناظرات التلفزيونية انتهت إذن 15 يوما تفصل الأمريكيين عن صناديق الاقتراع أسبوعان ينتظر أن يحتدم السجال السياسي خلالهما وأن تبلغ الحملات الانتخابية ذروتها النص اطلعات الرأي فلا تزال تظهر تقاربا شديدا بين المرشحين لا سيما في الولايات متأرجحة وفا إجباع بي بي سي واشنطن اشتركوا في القناة